السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في درس جديد على قناتكم كاريم سبانيش لتعلم اللغة الإسبانية في هذا الدرس إن شاء الله سوف نقوم بتركيب بعض الأفعال التي رأيناها في الدرس السابق في جمل وسنقوم كذلك بتصريفها في زمن الحاضر من البرسنتي بإنديكاتيبو والماضي بأنواعه الثلاثة البرتيريتو بيرفكتو والبرتيريتو إمبيرفكتو وكذلك البرتيريتو إنديفينيدو وفي زمن المستقبل إن الفوتور وكذلك سوف نشرح الفرق في الاستعمال بين أنواع الماضي الثلاثة يعني متى نستعمل كل نوع من هذه الأزمنة الثلاثة هذا درس مهم جدا أنصحكم بإكماله حتى النهاية إذن هيا بنا لنبدأ على بركة الله قبل ذلك لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس وكذلك لا تنسى الضغط على زر لايك إذا أعجبك الفيديو إذن من بين الأفعال اللي شفنا يعني في الدرس السابق هو فعل أنظار فعل أنظار ويعني يتمشى يعني كيتمشى جيد إذا أتنقول مثلا كل يوم أتمشى عشر كيلومترات يعني كل نهار كان تمشى عشر كيلومترات يعني هذه الجملة هي في الحاضر غضي نقول كذا مانيانا أندو ديث كيلومترات كذا مانيانا أندو ديث كيلومترات تمام؟ والآن إذا أبقيت نقول البارحة تمشيت عشر كيلومترات يعني البارح تمشيت عشر كيلومتر هذا الحدث يعني هو في الماضي غضي نقول هنا استعملنا البرتيريتو إن ديفيني دو لماذا؟ لأنه أدنا المؤشر الزمني دائما مع لأنه حدث يعني محدود زمنيا عندما تنقول يعني فهذا الحدث يعني يوقع في واحد المدة زمنية وانتهى جيد والآن إلا بغينا نقوله في السابق كنت أتمشى عشر كيلومترات يعني في السابق أو شحال هذي كنت كانت تمشى عشر كيلومتر يعني هات الجملة هي في الماضي إذن غضي نقول أنتس أندو ديث كيلومترات أنتس أندو ديث كيلومترات جيد هنا استعملنا البرتيريتو إمبيرفكتو علاش لأنه عدنا المحدد الزمني أنتس دائما مع أنتس كنت استعملو البرتيريتو إمبيرفكتو علاش لأن أنتس هو يعني واحد محدد زمني لكي شير الواحد الحدث اللي وقع في الماضي ما سنعرفوش اللي بيديا ديالو ولا النهاية ديالو يعني في السابق ما عارفينش إمتى بدأ وإمتى انتهى والآن إلا بغينا نقوله اليوم تمشيت عشر كيلومترات يعني اليوم تمشيت عشر كيلومتر غدا نقوله اليوم تمشيت عشر كيلومتر هنا استعملنا البرتيريتو إمبيرفكتو تمام؟ علاش تعملنا البرتيريتو إمبيرفكتو لأنه عدنا المؤشر الزمني وهذا المؤشر الزمني كيدل على أن الحدث وقع في الماضي لكن عنده علاقاء بالحاضر تخيل أنك مشيت في الصباح ولكن تكتظر في العشية يعني في الصباح تمشيت في الماضي ولكن تكتظر في العشية يعني هو ماضي لكن عنده علاقة بالحاضر لأن اليوم يعني ما زال مسلش وهذا يعني من بين استعمالات ديال البرتيريتو إمبيرفكتو يعني الحدث يكون يقع في الماضي ولكن عنده علاقة بالحاضر والآن لو بيت نقول غدا سأتمشى عشر كيلومترات يعني غدا سأتمشى عشر كيلومتر سأقول مانيانا أنظري ديال كيلومترات مانيانا أنظري ديال كيلومترات هنا يعني المؤشر الزمني هو مانيانا يعني غدا وبالتالي سأستعمل المستقبل أوتوماتيك مو يعني المستقبل طريقة تصرف ديالو كنخليه الفعل كما هو أنظار وكنزيدولو يعني أي فوقها أثنتو يعني باش نشيرو للا بريميرا برسونا ديال سينجولار يعني أنا غدا سأتمشى أنظري فعل آخر اللي شفناه في الدرس السابق هو فعل سبير سبير اللي تعني صعد يصعد يعني تطلع مثلا إلا بغنا نقوله كل يوم أصعد السلالم يعني كل نهار كان نطلع في الدرس هنا هادي جملة في الحاضر قد نقوله todos los dias subo las escaleras todos los dias subo las escaleras تمام والآن إلا بغنا نقوله ذلك اليوم سعدت السلالم يعني ذاك نهار تلع في الدرس يعني هاد الحدث هو في الماضي هاد نقوله el otro día subo las escaleras el otro día subo las escaleras جيد هنا استعملنا el pretérito indefinido علش استعملنا el pretérito indefinido لأن هادنا المؤشر الزمني el otro día el otro día دائما مع هاد المؤشر الزمني el otro día كنستعمله el indefinido علش لأن هاد الحدث أو هاد المؤشر الزمني كيشير لواحد الحدث في الماضي يعني لوقع في واحد يعني الوقت معين هو el otro día يعني ذلك اليوم يعني معلوم احنا عارفين بأن هاد الحدث وقع في واحد النهار يعني انتهى وسالة جيد الآن إلا بغنا نقوله عندما كنت شابا كنت أصعد السلالم يعني منين كنت مازل صغير يعني مازل شاب كنت شكن طلاع في الدروش هذه نقوله cuando era joven subia las escaleras cuando era joven subia las escaleras جيد هنا استعملنا el pretérito imperfecto علش لأن هادنا المحدد الزمني cuando era joven cuando era joven دائما مع هاد المؤشر الزمني كنستعمله el pretérito imperfecto تمام علش لأنه كما قلنا في السابق يعني هاد الحدث يعني هو حدث يعني وقع في الماضي ولكن ما كان عارفوش يعني البداية دياله ولا النهاية دياله منين كنت شابا يعني منين كنت مازال شاب هنا يعني هاد الفترة دي للشباب ما محدوداش يعني ما عارفينش امتى بدات وامتى انتهت يعني لهذا كنستعمله يعني ال pretérito imperfecto والآن إلا بغينا نقوله أبدا لم أصعد السلالم يعني ما عمرني طلعت في الدروج لدي نقوله Nunca y subido las escaleras Nunca y subido las escaleras نحن استعملنا ال pretérito perfecto علش لأنه لأنه لدينا المحدد الزمني Nunca يعني أبدا يعني ما عمرني هاد Nunca يعني كتشمل الماضي وكتشمل حتى الحاضر يعني ربما يكون هو يعني حدث وقع في الماضي لكن عنده علاقة بالحاضر يعني إبني تنقول أبدا يعني حتى نقصد حتى الحاضر تمام يعني الماضي والحاضر أبدا لم أصعد السلالم يعني ما عمرني طلعت في الدروج والآن إلا بغينا نقوله بعد قليل سأصعد السلالم يعني من هنا واحد شوية غدي نطلع في الدروج غدي نقوله Dentro di morato subire las escaleras Dentro di morato subire las escaleras نحن استعملنا الفتور يعني المستقبل لأنه لدينا المؤشر الزمني بعد قليل لكيشير للمستقبل ومن بين الأفعال اللي شفنا يعني في الدرس السابق هو فعل ganar ganar اللي تعني ربح يربح يعني تيربح إذا إلا بغينا نقوله كل سنة أربح جائزة يعني كل عام تنربح جائزة يعني هذه الجملة هي في الحاضر رضي نقوله كل عام كل عام جائزة كل عام جائزة تمام جيد والآن إلا بغينا نقوله الشهر الماضي ربيحت جائزة الشهر الماضي ربيحت جائزة يعني الشهر اللي فات ربيحت جائزة هذي نقوله هنا ستمنى المؤشر الزمني يعني هذا الحدث وقع الشهر اللي فات وانتهى والآن إلا بغينا نقوله في ذلك الوقت كنت أربح جوائز يعني في ذلك القتاء أو في ذلك الزمان كنت كنت أربح جوائز هذي نقوله هنا ستمنى المؤشر الزمني يعني في ذلك الوقت هذي المحدد الزمني أو المؤشر الزمني يعني كيشير لواحد الحدث وقع في الماضي اللي كيف ما قلت يعني ما عارفنش يعني البداية ديالو ولا النهاية ديالو يعني إناكية إبوكا في ذلك الوقت والآن إلا بغينا نقوله مؤخرا ربيحت جائزة يعني غي مؤخرا ربيحت جائزة غريحت جائزة غريحت جائزة غريحت جائزة غريحت جائزة غريحت جائزة عنده علاقة يعني بالحاضر رغم أن الحدث وقع في الماضي والآن إلا بغينا نقوله السنة المقبلة سأربح جائزة يعني لعنش جاي غادي نربح جائزة غادي نقوله هنا استعملنا الفتورو يعني المستقبل لأن المحدد الزمني هو يعني السنة المقبلة وبالتالي يعني غادي نستعملو يعني بصفة يعني أوطماتيكية المستقبل الفتورو ومن بين الأفعال اللي شفنا يعني في الدرس السابق هو فعل كورتار فعل كورتار تعني قطع يقطع يعني يتيقطع إلا بغينا نقوله مثلا بعض المرات اقطع شريطا يعني بعض المرات تنقطع واحد شريط أو لوحد سنتا يعني هات الجملة هي في الحاضر وبالتالي غادي نقوله جيد الآن إلا بغينا نقوله بالأمس قطعتو شريطا يعني اللي برحب الليل قطات شريط أو قطات واحد سنتا غادي نقوله آنوتشي كورتي ونا ثنتا آنوتشي كورتي ونا ثنتا هنا استعملنا البرتيريتو إن ديفينيدو لأننا المؤشر الزمني آنوتشي اللي كيشيل واحد الحدث يعني يوقع في الماضي في مدة معينة والآن إلا بغينا نقوله عندما كنت طفلة كنت أقطعو أشريطا يعني من إن كنت ما زال صغيرة يعني طفلة كنت كن قطع أشريطا أو سنتت غد نقوله كوندو إيرا نينيا كورتابا سنت هنستعملنا البرتيريتو امبيرفكتو معينة لأننا المؤشر الزمني كوندو إيرا نينيا دائما مع المؤشر الزمني نستعمل البرتيريتو امبيرفكتو والآن إلا بغينا نقوله هذا الأسبوع قطعت شريطا يعني هذا السمه قطعت شريط أو سنت غاد نقوله esta semana y cortado una finta هنستعملنا el pretérito perfecto علاش لأنه ندنا المؤشر الزمني esta semana ليكيشير الواحد الحدث في الماضي لكن عنده علاقة بالحاضر والآن إذا بغينا نقوله بعد قليل سأقطع شريطا يعني من هنا واحد شوية غاد نقطع واحد سينتا سوف نقول يعني in breve cortado una finta in breve cortado una finta هنستعملنا el futuro يعني لأنه ندنا المؤشر الزمني in breve يعني بعد قليل وبالتالي سنستعمله مباشرة المستقبل هو el futuro ومن بين الأفعال كذلك اللي شفناه في الدرس سابق هو فعل pagar فعل pagar اللي تعني دفع يدفع يعني تخلص مثلا إذا بغينا نقوله أيام الاثنين أدفعوا بالبطاقة يعني النهارات ديال الاثنين كنخلص black card يعني كل الاثنين كنخلص black card هذين نقوله los lunes pago con tarjeta los lunes pago con tarjeta هنا هذي جملة يعني في الحاضر لأنه لدينا los lunes جيد الآن إذا بغينا نقوله الاثنين الماضي دفعتوا بالبطاقة يعني اثنين اللي فات خلصت black card هذي نقوله el lunes pasado pago con tarjeta el lunes pasado pago con tarjeta هنا استمنى el pretrito indefinido لأنه لدينا المؤشر الزمني el lunes pasado يعني هذ المؤشر الزمني كيشل واحد الحدث في الماضي اللي يعني يوقع في واحد المدة معينة انتهى اللي هو el lunes pasado الآن إذا بغينا نقوله تقريبا دائما ما كنت أدفعه بالبطاقة يعني تقريبا ديما كنت كنخلص بالبطاقة هذي نقوله casi siempre pago con tarjeta casi siempre pago con tarjeta هنا استعملنا el pretrito imperfecto لأنه لدينا المؤشر الزمني casi siempre مع هذ المؤشر الزمني دائما كنستعملو el pretrito imperfecto جيد الآن إذا بغينا نقوله هذا الشهر دفعت بالبطاقة هذا الشهر دفعت بالبطاقة يعني هذا الشهر خلصت بلا كارت هذي نقوله estimes e pagado con tarjeta estimes e pagado con tarjeta هنستعملنا el pretrito perfecto لأنه لدينا المؤشر الزمني estimes estimes لكي شير واحد الحدث يعني كيف ما قلنا حدث وقع في الماضي لكن عنده علاقة بالحاضر والآن إذا بغينا نقوله ابتداءا من يوم الاثنين سأدفع بالبطاقة يعني ابتداءا منهار اثنين سنبدأ بالبطاقة سنقوله a partir del lunes pagare con tarjeta a partir del lunes pagare con tarjeta هنستعملنا يعني الفuturo لأنه المؤشر الزمني a partir del lunes يعني ابتداءا من يوم الاثنين يعني هذا المؤشر يشير يعني للمستقبل إذا أصدقائي وصلنا لآخر الفيديو نتمنى أنه يكون لإعجاب ديركم إذا أجبكم هذا الفيديو لا تنساوش تغطو على زر لايك كذلك لا تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصل لكم جميع الدروس نتلقوا في فيديو جديد ان شاء الله ترى الله فرصكم السلام عليكم وحمد الله تعالى وبركاته